الخبر اول يعدنا عنه جلقاك ودخوله للمستشفى فلما يا حبايب اللي هي زوجته نزلت هذا الستوري اللي تقول بي انه ما قادره تحكي لسبب نزوجه حاليا من المستشفى بسبب التهاب حاد باجره وكي بالستوري الثاني يا حبايب يطمننا الف الحمد لله على السلام انه هو ما بيشي نوعا ما تحسن وطبعا لسون يا حبايب نتجوله بالكومنتات انه والله شفي يا رب ننتقل حاليا لاصال المالح وتنزل هذا الستوري طلبو من عادها صورة الفستانى عرستها فحطت هذه الصورة والستوري الثاني طلبو من عادها صورة هي جانت حزينة بها فحطت هذه الصور اقول انها كانت حزينة والستوري الثالث سألوها ان spared مفاجأ للمج limbجزه دستينا اياها قريبا فردت انه هي فإنها هدى حشتها سيكون هي مفاجأة فاكتبنا في كومنتات عني شجنا إن شاء الله ألف وبروك عقبال لعشرين وثلاثين مليون يا رب وطمعدة سنة يا حبايب تبوركوا للكومنتات على إنجاز ننتقل حالياً نورمار وتنزيل هذا الستوري يطلب من متابعين إنهم يدعون للإنتجهز أشياء كليش نارية وخرافية بالأيام القادمة رحطوكم الستوري يشوفوا باعرف أنا غايب عليكم بس صدقوني في أشياء الزبطة إن شاء الله رح يكون في تفجير جداً قريب فأدعو لي بس بكتنا يا حبايب لكم شو نتوقعكم الأشياء الخرافية اللي مجاهزها نورمار ونتقل حالياً يا حبايب على سيرة المفاجآت اللي ياسو تنزيل على حسبها بالإنستغرام هذا الستوري اللي قادة تقول بي وتطلب من متابعيها إنهم يحكوا لها قصص ليش سبب هي ما رفضوا العريس بسببه نبك نسوي عليه حلقة رحطوكم للحبايب المقطع شوفوا هلو كيف كان شاء أخباركم حاب بأسألكم عن شي خاصة البنات هلأ أمبارح أنا رفقتك أنا قاعدين عم نحكي عن موضوع شوي بضحك إنه شو هو أغرب سبب رفضت فيه عريس أوكي بدي البنات كتبولي الأصص أو مواقف محرجة أو مضحكة أو سبب يعني كتير غريب بسبب كتير سخيف إنه رفضت فيه عريس أو أهلكم رفضوا فكتبولي هون ردوا على الستوري وكتبولي لحتى شوفوا ردودكم وبس حب أعرف ننتقل حالياً رزي يا حبايب تنزيل هذا الستوري تقول إنه إذا سوي السحب أم لأنه نوعاً ما دا سوي تحاليل فعلكنا الحمد لله على السلام يا رب إن شاء الله ما بيه إلى الخير والعافية وكتبوا بكمتات شو رأيكم وبالغتام يا حبايب عن مريانا غريب تنزيل شوي التكتوكات العالم شوي مستغربين لأنه هي طالعوية أختها ستيلا اللي ذكر يا حبايبن وبين وبينها ستيلا كان هناك مشاكل هي أختها ولكن يا حبايبن مصالحة ومن فترة وحالي إذا سونا تكتوكات هي بعض في الحمد لله والله يديهمهم بالبعض وبصروا الحبايب من وصولة المقطع في ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم في ازاي مقابل من قصة القصص أحبكم أحبكم مع السلامة